السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اليوم في الدورة الدكبينية مثل T-MAP هناك الإنجليزيين نودتين بصراحة لدي مدى متغيبة لغير سمحوني أن أتقدر منكم على خاطر ظروف مثل العودة المدرسية وكيبسة قليلا لنقلت حتى وقت لنقوم بعمل حتى في الليل اعذروني مرة أخرى لنحاولكم أمورنا شعر اليوم نحاولوا أن نطولوا برشا ومرة جاءة قدر قدر ربي بساعدوا الحصة مع الأطفال يعني أنهم لا تنبسوا عاما يحاولوا يتبعوها هذا مهم ياسر وان شاء الله يساعدوا حصة فرنسية نحاول حصة فرنسية نحاول مكسيموم نوفرهم في الجمعة بصراحة شيئا ياسر لنقوم بعمل العشيات واللياري نحاول حصة أمور مستوى وان شاء الله ربي ينفع رب ينفع نحاول نحاول نرى مصلتين تقريبا وان شاء الله نحاول ندرس جيد مباشرة لكي نقوم بعمل العشيات نكون على قدر كلمتي رب ينفعنا نحاول نرى بالضبط وين وصلنا وصلنا إلى الـ Simple Present وصلنا إلى الـ Simple Present وقلنا إلى الـ Simple Present وفي الـ Interrogative Form وفي الـ Interrogative Form لكي نقوم بعمل لكي نقوم بعمل لكي نقوم بعمل وكي نقوم بعمل كي نحاول نقرأ لا بعمل كما يلعب معنا أو يخرجنا أو يحبنا أو يحبك أو كذا كذلك الكا والنا وكل كما نقرأه في الإنجليزية واضح وكما نحاول سيدا نقرأه إن شاء الله عن طريقي باي يعني بعض الوسائل النقل المشهورة كيفية قولنا أذهب عن طريق الحافلة أو عن طريق السيارة أوكي ما نحاول نخدمونه إن شاء الله ونكتفيه بذلك اليوم ما نحاول ما نطول الشياس رجيمة لخطر بصراحة نصور ما قلة وما دل وتبدأ حاجة صحيحة ونظيفة ونهبط فيه في الباج تقريبا نجدها بطريقة جميلة جدا الحقيقة رهم أغلب الحاجات مش متعينة أما رهم معناتها بفهم ناس عملتهم يعني في العالم أجمع موجود في الأردن في مصر فهنا نحاول نعمل انتقاء لما ينشرونه ونهبطوا في الصفحة لتكون حاجة بريزنطابل تبديميزيان وتنفعكم بكري هبطت حاجة من عرش ديمة كي نهبط الليان وتحته تصويرها يخصبوها الناس مفهما اشتفاعوا معها يخصبوها الناس تصويرها وهي مش تصويرها وهي مش تصويرها اللي هبطتوا آخر حاجة في الباج هو تصويرها بالعاني مش تجلب الانتباه تصويرها من فوقها في رابط الرابط ذاك فيه خطفهم شكون طلبني قال يعطيني القائمة مثل فريز الوربز فريز الوربز هما من أصعب الأفعال في الإنجليزية هما أفعال متكونة مزوز كلمات عادة ولا أكثر يكون فيهم فرب بلوس بريبوزيشنز بريبوزيشنز يعني حروف جرب لبريبوزيشن بالفرانسي كما الفرب تولوك اوت ولا تولوك فور ولا لوك افتر ولا كير فور فالأهدوم الأفعال رغم صعب شوية ورغم ترجمتهم الحرفية ما ما يجيب حتى شيء اللي ترجمهم حرفيا ما يلقى حتى معنى فهمتوا هما كهينهم معناتها كما يقولوا أفعال جاهزة يعني قوالب جاهزة في اللغة الشعبية متحمة فهمتوا واضح فترجمتهم حرفيا ما تنفعش والإذا يتحفظوا بار كوري يتحفظوا صغيراتنا بار كوري لبعض منهم فهم جميع الأفعال تقريب من الإنجليزية ويبعض من المقاري وعندي موجودين في الانترنت قائمة مترجمة بالفرنسي يعني تلقي البرب بالانغليا مثلا كما لك افتر دنك براند سوان دوكا لك افتر وطلقى ترجمة متحمة بالفرنسي تلقي براند سوان دوكا وإنه هو لك فور يعني الراشرش البرب روشرشي ولا أنه اللي صعي لها بطر راهي فاها جسد فاها القائمة بالانغليا كهو وفاها تفسير يعطيك في وسط الجملة تفهمه أكثر بالكونتكست تفهمها في الكونتكست مثل أي لغة بصفة عامة خاصة اللغات التي نحن لديها كونتكت بهم فالكلمة نجم نفهمها حسب السياقة متاحة وحسب بطبيعة الصنات إلى دكسونير وتفسر بها كطريقة ثانية ولا طريقة ثالثة حسب الروت متاحة حسب الجذر متاحة مثال معاش يعني مخصداج أنت تلوز على كلمة كيفة للروت متاحة الجذر أصلا البرب مخصدي يعني تاجر فمتو مخصداج كما ذرب نعاش يعني كلمة عريفاج والله شو حكيتها عريفاج يقرأ التلميذ يقولي هاو عند علاقة بالذرب عريف يعني الاتيان أو المجي فمتو ويعرف أنه عاش في اللغة النوع من أنواع الإنوفرم من الفورمات المتاع البلوريال في الفرنسي فمتو كما ديراباش مخصداج شونتو هكاك التلميذ ينجم يكون فوكابيولير بها وفما طرق كما قلت لكم تعرفها من ذكرتهم ثلاثة طرق واضح السكر وقوصة تخلناها في الفرنسي وبتخلناها بعض الآن انظر إليهم انظر إليهم انظر إليهم انظر إليهم يمكنك أن تنتظرنا مش يمكنك أن تنتظر نحن يمكنك أن تنتظر نحن يمكنك أن تنتظرنا this book is for him هو كتابه كتابه she always studies with me دي ما تقرأ معي listen to her مديش listen to she are these presents for us هالكادوية تضم أهم شي لنا اذا تعلمنا في السؤال نعمل الانفرسيون مع سيوجي أضايه فير بي وأضايه السؤال اللي سبجكت متاعنا السبجكت هو these presents نقربه السبجكت مع جسد الفر بي أضايه في السؤال مع بي بالذاتة اوكي نواصلو ان شاء الله نواصلو نحاولو نحاولو نعوضو لحظة بارك سمحوني نحاولو نعوضو كل حاجة مسطرة هنا بالكومبليمت المناسب كما هادوم نواصلو هنا نقراو مع هو هي مع أخيها دايزي طفلة على فكرة اسم دايزي هو اسم طفلة دايزي هل نوع من أنواع الورد كما احنا نقولو نرجس بالعربية نسميون اسم طفلة نرجس فهما يسميوا دايزي دايزي نوع من أنواع الورد نعاش بالضبط نسيت ترجمة بالعربية والفرانسية بالضبط نوع من أنواع الورد يعني دايزي اوكي نواصلو these ice creams are for اسحاق and you donk you are for you مدامو انتي واسحاق donk you donk automatic are for you close the window please close the window please close it please close it نعوضوها باش مدامو جماد نعوضوه باش it اغلقهو فضلا اغلقهو اغلقهو فضلا let's invite تايو تايو يعني اصل اختصار الكلمة تايوفيل تايوفيل اسم معروف عند العاجب يعني عند الاجانب يسميه تايوفيل donk تايو هم يعلم برش الاختصار كما pat pat يقولوا patrick donk patrick مثل pat فسعاد patricia بالفران بالانجليزية patricia ok يعني عندهم اختصارات في كلمة let's invite تايو 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 طفل donk let's invite him these postcards are for my brother and I donk اني وخوية تولي اس donk نحنو تولي هي ملكنا او لنا هي donk لنا ok هي لنا ok واضح العملية كيفاش اضم الكمبليمت pronوم يعني عندهم ارتباط بالفعل والاخرين الاخرين ما كانت ذكروا عندهم ارتباط بالاسم كما my وyour ذكرتوهم عندهم علاقة بالاسم ما يكملوش البرب يكملو الاسم my house your house ما عندهم حتى علاقة مع بعضهم ما كون يتسميو possessive adjectives وضو ما ساميوهم compliment pronouns compliment pronounce يعني يصون دي complément في الاخر يكملو البرب يكملو البرب واضح العملية يعني 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 there is a difference between the possessive adjectives and the compliment pronouns نواصلو اخر حاجة اليوم ان شاء الله ما نشبش نطوره برشا دوك هنا قلنا هنا ديما عن طريقي معانيتها باي كان فما اي سؤال اسألون ومويدا ان شاء الله عندكم اقتراحات ان شاء الله في الفيديو live او حتى مرحبا بكم نواصلو نقول go by bus go by coach coach تقريبا الكار دابل دابل يعني دابل 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 go by bus وما دي ساميوه الباس وذي coach احنا نسميوه باس عبارة لباس كيف تقريبا بعد نواصلو go by train train go by campervan campervan عبارة لدار متنقلة ستان van في الفرنسي يقولوا un van un van van هو اللي كانت تقريبا كوجينة تقريبا تقريبا في المريكا يعني تقريبا في المريكا خاصة لأنهم يستعملها بارشا بارشا بعد نواصلو go by ferry فاري هو الباخرة وضح go by ferry and go by underground underground متر الأنفاق في الامريكان يقولون subway الانجليزي underground و الامريكان يقولون subway subway يقولون الانجليزي الانجليزي و الامريكان يقولون الفاظ ساعة subway ساعة 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 fly ولا go by plane وبعدها go on foot على فكرة الوحيدة نقول معها on هي on foot نقول معها on خطر على الساقين لا نقولوش عن طريق الساقين نقولو على فحرف الجر on هو على أصلا لا نقولوش عن طريق on على نواصلو هنا بش نحاول المتمرين نربطو نحاولو هما تصريف بالتبيعة مع كل سيجي والتصريف بش نزيد بعض حروف الجر وبالتبيعة بش نزيدو باي اللي هي بيدا حرف جر دونك the browns go to france مجمش قولو go france يمشوا إلى فرنسا go to france by ferry عن طريق الباخرة every weekend we often go to the city center to the city center by bus بتبيعة by bus our teacher comes نزيدوها s على خطر قلنا في اخر المرة قرنا مع بعضنا simple present سيجيب 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 singular نزيدو البرب s في الاخر وانا زدنا s هنا comes to school يأتي إلى المدرسة ونزيدش comes school and by underground يعني عن طريق مترو الأنفاق ok by underground to school to school by underground dad flies flies يعني يطير نحن نحن نردها eos على فكرة قلنا مع y في الاخر ردها eos eos simple present flies to new york يمشي new york to new york once a month يعني قلناها مارفات once يعني مرة في كذا مرة في الشهر قلناها في simple present آخر فيديو dad flies to new york once a month إذا often travel نحن كما هو نمسوش على خاطر عنه plurial sujet كيف plurial sujet في simple present ما نغيره حتى شي نمسوش في singular نزيدو as ولا as حسب السياق وبالنسبة للمسوش نخليه كما هو البرب في simple present عليش صرفت في simple present خاطر عندي often often هي التكرار والعادة وهم العادة والتكرار الهابت من استعمالات simple present نظم كل مراشا اللي قلناها عليش دروس مربوطين ببعضهم اني محضر لدي حص صريف ليفادت مش بشي فهم على صرف ليش صرف نحن كما كذلك they often travel by camper van عن طريق van الذي قلنا الكرهبة المتنقلة الحشيحن المتنقلة التي فيها كل شيء مرافق الموجودة بتبعها من قولوه samr in samr in لما حرف الجر in قلناها مرافقات قلت لكم مع الفوصول نضع in حرف الجر in من نضع لات ولا on tatiana اسم مرأ طفلة tatiana usually gauz نضيدها gauz نضيدها to work إلى العمل بتبعها on food نقول بك ليس بايفوط نقول on food وضح خلاص الدرس عن طريقي بعض وسائل نقل سمعه means of transport means of transport des moyens de transport des moyens de transport مرة جاء ان شاء الله بشتقرأ وقت جديد ممتاز جدا بعد ما قرأنا simple present ثاني وقت بشتقرأ ما بعد ما هو present continuous يسميه present continuous وعلى present progressive نقوه ديما يتكتب بك pro progressive 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 وكي تنقوه progressive ما تدخلوش معدكم راهو وبيدو continuous اوكي راهو في نسبة بشاهدة قليلة مش مش كن لوق رانطري و سكولير و تعب وكل لما أخوكم أتعب منكم وجيت ربي بارك فيكم حاولوا ديما تتبعوا تدعوا أخوكم وربي بارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله و تعالى وبركاته اشتركوا في القناة